استعرض وزير الخارجية سامح شكري رؤية الرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 بما يشمل القضايا ذات الأولوية في عمل المناخ الدولية جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المديرة التنفيذية استقبل السيد سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ اليوم السيدة يونجر أندرسون المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وذلك لتبادل الرؤى ووجهات النظر حول مختلف الموضوعات محل اهتمام الجانبين ذات الصلاة بعمل المناخ الدولية وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وانزارة الخارجية أن الوزير شكري حارص خلال المقابلة على تقديم التهنئة بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 1972 مشيدا بعمل البرنامج وبجهوده في مجالة البيئة وتغير المناخ بما في ذلك الإصدار المؤخر لتقريرين حول التكيف مع تغير المناخ وخفض الانبعاثات وهما التقريران الذين استرشد بها مع الرئاسة المصرية لمؤتمر كوب 27 لهذه الموضوعات في إطار التحضير الجاري للمؤتمر شكرا